سهل، مو صعب. أوكي. الشابتر الخامس بيحكي عن ريستوريشنز للكابيتيز. وين أدنتس شود ريستور أكابيتي. عمتنا نروح نلجأ لهذا الخيار. بالشابتر الأول، احنا تعلمنا، أو مش بالشابتر الأول، بكل الأربع شابتر الأولى. تعلمنا عن الكيريز ديبلوبمنت، الكيريز ليجين بروغريشن. صار عنا فكرة كيف بتصير وكيف تتطور. وشو الـ non-preventive measures عشان يتحكم فيها. ولكن هون بيجي بيخطر ببعنا السؤال، شو هو رول الرول للرستوريشنز؟ شو هو دور الرستوريشنز بالكيريز كنترول. هل إحنا نروح لخيارات السيلنز اللي أكيد اسمعتوا فيها زي ما فهمت منكم في المواد الثانية؟ ولا ريستوريشنز، ولا لو بنا نعمل سيلنج لكل الأسنان بنفع. or at least those teeth اللي عندهم closer irregularities يعني تحديداً فيهم فشار وبيتس ودروفز. هذا الحكي راح نعرفه خلال هاد الشابتر. واحدة من أهم الطرق اللي راح نتناولها في الاستيادات الجاي خلال اليوم ومن هذا الشابتر هي موضوع الفشار سيلنز. الفشار سيلنز بتساعدني إني أعمل كنترول على واحدة من أهم الرسك فاكتورز. ألا وهي التوث أناتومي. الـ irregularities اللي بتوث أناتومي أو تحديداً بالـ occlusal surface الفشارز، البتس، الجروفز هاي كلها بتخلي التوث سيرفز مور فلنرابل لحدوث الكاريز. فإذا أنا عرفت أعمل سيلنج لهاي البتس والفشارز فبكون اتحكمت بفاكتور مهم ألا وهو الأناتومي لهاد السيلنز. طبعاً الهدف من استخدام السيلنز إني أحول هذا الـ rough surface لـ smooth surface يسهل على الـ patient أو his parents إذا كان شارل إليهم يعتنوا في أصنان. بيتس أند فيشارز ان بيبلز تيث فاري انفون. بيخلف شكل الـ بيتس والفيشارز بين شخص والتاني. مرات ممكن ناس تكون عندهم شلو، ناس تكون عندهم فاري وايد، مرات ممكن تكون عندهم فاري نارو، فاري ديب. فالمرفورجيكال ستركشر هاد من بين شخص والتاني ممكن يخلي أمور تنظيف البيوفرم أصعب ويساعد على الـ stagnation للبلاك داخل الفشارز. من أكلوزل سيرفيسز، كيرز ليجينز مي فورم أدد انترانسة الفشار بكوزز كوملكس مرفورجي مي بيديفقل تكليم تحديداً في الـ erupting tooth. الـ erupting tooth لسا، بيكون عنده irregularities with the occlusal surface وبيكون هو لسا تو مش واصل الـ level of the arch، مش واصل بقية الـ levels تبعات الأسنان التانية. فبالتالي لما أمرر عليه بفرشية الأسنان، للأسف ما رح ينعمل proper cleaning لهذا السم. هدول المادتين هم أكثر مادتين بيستخدموا لـ fischer sealants. رح نيجي على شغلات تانية، بس هدول أفضل تنتين. في الناس هدول اللي عملوه أول شيء، كل التشجيع كانت ورد أنهم يستخدموا الفischer sealants على كل الأسنان. بغض النظر عندهم risk ولما عندهم risk ولكن هاي البلسي من أني أعمل sealing لكل الأسنان للأسف، ومع الأيام وبأيام الحالية أثبتت أنها مش correct. مش صحيح أني أعمل sealing لكل الأسنان. ليه؟ لأنه كثير surfaces أو كثير أسطح من السن يعني، ممكن ما تكون بحاجة لـ sealing. ممكن تكون الفيشرز مش very deep ولا narrow، فبالتالي سهل تنظيفها. فبالتالي أنا في هاي الحالي عملت over treatment وزودت الكوست على الـ parents أو على الـ patient فمفيش داعي نروح لها. كمان عامل إن الكيريز نفسهم it could be cleaned أو could be controlled by cleaning alone. يعني مش شرط أني أروح أعمل مباشرة أجرب أعمال كنترول على الكيريز بـ sealants. لا طمعه الـ cleaning ما حاله والالتزام بالـ oral hygiene ولسه قبلها الالتزام بالـ fluoride application وقبلها كمان الالتزام بالـ diet اللي فيش فيها شقر كتير، كل هاي عوامل تتحكم بالكيريز. فمش من المنطقة نروح نعمل sealing لكل الأسنان. طيب شو هم الـ indications لإستخدام الفيشر sealants؟ عندنا إذا كان في Active Fissure Cares ومحاولاتنا مع الـ patient مع his parents إنه محاولة مع الـ control على هاي الـ active lesion للأسف ما عملتها الرستل. وكمان كان عندي occlusal surface highly irregular filled with grooves and fissures والـ patient أو his parents مش سهل يعملوا عليها control أو يحسنوا remove the black من هاي الـ deep fissures. السيلانس are usually placed على pre-molars or molars the level of caries risk of the child in the primary dentition is a good predictor for caries lesion development in bits and fissures لا الـ permanent molars. شو يعني؟ يعني أنا ممكن أروح أتوجه إني أشجع الـ parents وأنا أتشجع أحط سيلانس للطفل اللي عنده هاي ريسك بموضوع الـ cares development. طب كيف بدي أعرف الطفل عنده هاي ريسك ولا لا؟ عندنا predictor ألا وهو حالة الأسنان الـ primary لهذا الطفل إذا هذا الطفل كان يصنف كـ high risk من أيام الـ primary dentition اللي له فأنا ممكن ببساطة أقترح عارفي مريدي هاد عنده high risk للكاريز فأقترح إنه ينعمل له سيلانس طيب، مشان يكون الأمور تكون ساندراء زي ما قلنا ويكون عندنا معيار نتبعه لكل الأطفال يعني عشان نحكي فعلا هذا high risk ولا low risk فبنلجأ لـ DMFT تعرفوا هذا عمركم شفتوا DMFT بالتشارتنج إحنا حكينا هاد رح ناخده بالتفصيل بالـ preventive بالتشارتنج حكينا بنعمل تحديد للأسنان اللي مين فيها decay مين فيها filling فهاي DMFT بنعمله على الأسنان هاد للأسنان الـ primary الد الـ decade اختصار للـ decade الـ M اختصار لشو لـ الـ F اختصار للـ filling بنعملهم بنجمعهم إذا طلعت الـ score أكتر من تنين رح نتعلم كيف نعملوا بالـ preventive إذا طلعت الـ score أكتر من تنين فإحنا هون بنصنف إنه هاد الـ child هو high risk فبالتالي منفضل نروح نلجأ لموضوع الـ seals عرفنا هاد الـ DMFT لشو؟ الـ D اختصار لشو؟ decade الـ M missing F-T الـ Filling teeth تمام والـ M الـ Filling teeth احفظوا لأني رح نشرحوا بعدين بالتفصيل رح تلاقوه كمان كمان شوي هاحرف هاي capital liter رح نجيب التفصيل بس هو من أنواع التشارتنج لـ الـ index الـ index الـ يعني ممكن تاخد 6 إلى 12 شهر وممكن مرات أكتر لحد ما ترجع أو تصف مع بقية الإسنان في الـ line of the arch فبالتالي خلال هاي المرحلة ممكن تكون vulnerable أكتر لحدوث الـ فبالتالي لازم نحافظ عليها ممكن من خلال استخدام الفيشر أو الفيشر سيلانس لأنه رح تكون حكينا تحت مستوبئية الأسنان فبالتنظيف مش رح تيوصلها لفرشاة في بيتس أنت فيشيرز مورفولوجي تحديدا إذا كانت ديب ديب فيشيرز ونرو فيشيرز هون بهاي الحالة إحنا منفضل نروح لموضوع الفيشر سيلانس يعني هاي بتكون extra risk factor عند هادا الشخص إنه نحط له فيشير سيلانس حتى لو كان ما عنا signs of carouselian activity بهاي الـ occlusal surface ولكن وجود الـ very deep bits and fishers والنرو باللأسف رح تشجع حدوث الكيرز فيفضل إنه نحطها بالحسبان خلال تقييم الموضوع بالنسبة للحصول على سيلانس ولا لا يعني نحن نيجي نقيم كل هاي الأمور مع بعض بالأخير أولا البتس والفيشيرز مورفولوجي هالهي ديب ولا لا نرو ولا لا الطفل مفسهم high risk لكيرز ديولوبمنت بناء على إيش على الـ DMFT قولنا كم لازم تكون أكتر من كم أكتر من تنين إذا هو high risk إذا أنا شايفته مش عامل أدهيرنس لا الـ biofilm control measurements بالـ oral hygiene instructions, brushing, flossing, parents فكمان مش مهتمين كتير بهذا الموضوع بالإضافة لإنه الـ diet كمان اللي إله مش healthy ما فيها low sugar فبالتاني هاي كلها عوامل ممكن تخلينا نتشجع من روح نحط الفشر سيلانس طيب شو هم الـ indications لا استخدام السيلانس؟ أول شيء بلايسينج حكيناهم إنه عنا أول إشي اللي هو to surface في irregularities كتير على الـ occlusal surface والشغل التاني إنه عندي active lesion أحنا مش عارفين نعملها control من خلال المجرميات الثاني في كتير أباء وأمهات بتكون الإدوكيشن عندهم شوي عالي أحسن من غيرهم أو الإدوكيشن ليبل غير عن غيرهم يعني ولكن بتساهم هاي المعرفة بإنهم يشجعوا أطفالهم على اتباع عادات صحية جيدة منها الـ oral hygiene measurements من أول ما يصير eruption لأول سن عند أطفالهم ببلش يعلموهم على التنظيف على العناية بالـ oral hygiene فبينشأ الطفل وهو عنده هاي العادة ومبسوط أو يعني ملتزم بموضوع الـ cleaning للأسماع ولكن فيه كمية تانية من الآباء والأمهات حتى بتعرفوهم أكيد سمعتوا ناس كتير بيحكوا هذا السن مش مهم هذا لبني رح يطلع بداله رح يبدلهم كلهم رح يطلع بدالهم دائمات عادي لو انكسر عادي لو سوس للأسف ببلش يهتموا بأسنان أطفالهم فقط مرات منذ بوزو والأسنان الدائمة وما بيهتموا في الطفل من أبد البليسمينت للفشر سيلانس ممكن احنا نعطي فيها وقت زيادة للطفل عشان يتعلم وكتو أكوير هابتس زي الأورال هايجين براشينج والفلوسي من غير ما احنا نكون خايفين على انه يصير فيه عنده تسوس بسبب الـ regular surfaces للأكلوزل أو للأكلوزل سيرفيسل اللي بتيث احنا عملنا لها سيلنج صارت smooth surfaces فبالتالي معاطف المجال انه يتعلم وتستابلش هابتس اللي ممكن يضل يتبنىها في المستقبل كم تتوقع وممكن نضل الفشر سيلانس عند الطفل؟ مكتوب هون خمسة سنين صح؟ مضبوط مش خمسة سنين انتو أخدتوها هي خمسة سنين بس مش أكتر من هيك بس أصدي أخدتوها من مواد تانية مش أكتر من الخمسة سنين عادة بلس ماينس يعني بس هي كحل مؤقت ولا دائم يعني أنا بحط الفشر سيلة بشكل دائم للطفل حل مؤقت طبعا حل مؤقت بالضبط حل أنا متوقعة أني أنا أشيله يعني إذا ما هو راح لحاله غالباً راح يرجع لي الطفل لما يصير يعني بنهاية الأدالسنس أو بنهاية التين إيجر أو كتين إيجر يرجع لي وأشيلها خلاص صارت عنده تكونة الهابتس صار عنده قدرة على العناية بأسنانه صار كبير فإذا هي ما راحت لحالها أنا راح أشيلها فهي كتريتمنت أو كميجر هي تيم بورري إذا عملت بطريقة صحيحة إذا أبلايد ويل وإذا مادة كويسة استخدمت مادة إلها كواليتي عالية فاستخدام الفشر سيلة ممكن يريحني ويريح الدينتست من الكونتينيوس أبليكيشن للتيث مينتينيينج ميجر زي الفلورايد اللي زمان كنا نحكي الفلورايد جل والفلورايد فارنش هدول لازم أعملهم أنا كل كم؟ كل ست شهور حسب الرسك للبيشن مرات إذا غير بس إنه كل ست شهور لازم يرجع عندي وأضل أعمل أبليكيشن لهاي الميثول إذا سيلنتين عملت صح فهي بتريحني ممكن أن تضل خمسة سنين فعلا وتعمل سيلنج للفشرز والجروفز والبيتز وتصير سموث وتريح من موضوع البيفل مستقنيشن الماتيريز اللي إحنا ممكن نستخدمها نستخدم ريزم بيزد ماتيريز أو هاي بسكسطي غلاس انو مرسامنز هدول أكتر سنتين يستخدموا والكلينكالتريالس كلهم أثبتوا إنهم إيكوالي إفكتب سيلفي كيورد and light كيورد تعرفوا شو السيلفي كيورد والليت كيورد السيلفي كيورد اللي هي بتكون كيميكالي والليت كيورد اللي إنيشياتر للتفاعل طبعها بيبقى لايت لايت اللي بيستخدم الليت عشان أعمل إنيشياتر للبلمريزيشن ريكشن اللي بدو يصير بالرزم القمبوميرس تعرفوها خدوها بدين تالماتيريان أخدناها بدين تالماتيريان إيشي؟ اللي هي من نوع من أنواع بس بتبقى موديفايد بريزن هاي هي نوع من أنواع موديفايد بريزن القمبوميرس كمبزت مضاف عليه بعض مواد من الجلاس اي نومر هلا وطبعا في عنا مادة اللو أو الجلاس اي نومر سواء كانت اللو أو ميديام أو هاي بيسكاسيتي بتختلف طبعا اللو بالفلوابيليتي بتكون أعلى الكمبوميرس عادة شوي بطلوا ينصحوا فيها لموضوع هاي الفيشر سيلنس وشغلات تانية لأنها بسر الهوير بشكل أعلى من الريزن موديفايد جلاس اي نومر وكمان فيه إشي مهم مميز جدا لجلاس اي نومر أخدتوك كمبونات شو فيه شيء مهم بفيد الأسنون السيليكة اللي فيها فلور تعمل فلور لأنها تعمل ريليز لفلور خلال وجودها بالأورال كابيدي فالكمبوميرس مقارنة بالريزن موديفايد جلاس اي نومر تطلق فلورايد بشكل أقل من الريزن موديفايد جلاس اي نومر فصاروا ما يتشجعوا على استخدامها الاوتو كيورد أو اللي هي كلمة تانية هاي اوتو للسلف كيورد أو الكولد كيورد ريزن الكمبوميرس واللو ميديم فيسكاستي جلاس اي نومر are considered inferior sealant materials يعني هدول مواد جيدة أستخدمها ولا لا؟ لا هدول inferior sealant materials الأفضل أروح لمين؟ أروح لللايت كيورد ريزن أو الهاي فيسكاستي جلاس اي نومر أو ريزن موديفايد جلاس اي نومر واضح؟ يعني في عنا اللي بيصير لووير أكتر اللي بيصير لووير أكتر اللي بيصير لووير أكتر لقلاس اي نومر لقلاس اي نومر سهل إنه مع الوقت يطلع من مكانه بشكل أسرع من الرزن ولكن لو صار وطلع من مكانه من الفيشرز ما معناته إنه إحنا خلاص هيك الفيشر sealant كلها فشلة لا من شيك عليها تلينيكا اللي بينشوفها كتير مرات بيكون رايح منها أجزاء ولكن بعدها بالفيشرز موجودة هاي المادة اللي هي اللي بيلاس اي نومر ومغطيتها ومسكرتها ما بصرها ديسلوجمنت بالبروب لو استخدمنا البروب حاولنا نشيلها بالعكس ثابتي مكانها ما فيه فيها أو مكسرة ممكن هي لحالة تعمل ريتنشن لبلاك أو فيها أو شي من هذا القبيل لو كانت كويسة يعني لو صار وير من الأطراف ممكن تكون لسه خضايا موجودة بالفيشرز وفعالة برأيكم مين كمان ريزستنط أكتر للهوميدي الرزن ولا لقلاس حسب ما أخدتوا بالماتيريال اللي غلاس بشكل أكبر من الرزن يعني ببساطة أنا لو حدا عندي لو عندي مشاكل في الكنترول على الهوميدي الكنترول على السلايضة ما روح لأي مادة للغلاس بالزبط ففي حال صار عندي اي رابتنج تيث أو في حال أنا بدي أحط في شرسي لمس لأي رابتنج تيث مش سهل أعمل كنترول على المويست حوالين هذا السن اللي لساته اي رابتنج بنروح للغلاس اي نمر عندي بيشونت مش كوابريتف مش عماله الطفل بتجاوب معاي بالتريتمنت أو بسرعة بيزهق وبيدي أنجزله للتريتمنت بسرعة لأنه هو مش كوابريتف فبنروح للغلاس اي نمر لأنه الرزن هي مويست سنسيتف أو هيوميديسي سنسيتف فلازم ننتبه أنه لما نحطها يفضل استخدام الربر دام ولكن قد تكون مرات مش سهل أني أحط الربر دام عند هدول الأطفال فبلجأ لموضوع فبلجأ لموضوع أنه نستخدم الكوتون رولز وبهاي الحالي أنا محتاجي فور هاندد دنتستري شو يعني فور هاندد دنتستري شو يعني؟ شو يعني؟ يمكن يعني الدنتست ما أحد تاني بيساعده؟ بالزبط بيننا دنتست واسستانت ومن النصائح لأنا رح أعطيكم إياها أنه أنا برأيي يعني بنظري كل الدنتستري لازم تكون فور هاندد يعني مش سهل أنه طبيب الأسنان لحاله يشتغل يكون لابس غلافز ويشتغل بتم المريض ويروح يجيب ماتيريال ويروح يجيب مادة ويروح يخلط شي لا الأفضل كل الدنتستري من الشغل من أيام ما كنت أشتغل كلها أنا بعتبرها لازم تكون فور هاندد وجود الأسستانت مهم بقدر وجود الدنتست هلا لأثنان لو عندي مشاكل أنا مش عارف أستخدم مثلا أنا ما بشتغل بعياتي في مرات بيعملوا موبايل دنتال كلينكس للأماكن النائية تعمل تقدم رعاية أولية لأنه صعب هاي الأماكن تاخد رعاية فيش كهرباء في العيادة ومش سهد أستخدم اللايت كيور فهون إحنا ممكن بسهولة نروح لقلاس أي نمر فبالتالي إحنا يعني إنا نكون عارفين إنه ممكن يكون في بكتيريا مكاننا إحنا مش رح نعقل مكان ما بنحط السيلانت فممكن يكون نضايج أجزاء من البكتيريا ما بيخوف كتير هذا الموضوع لأنه ببساطة ممكن تصير دورمانت أو ممكن تموت بمجرد إنه إحنا غطيناها وبطل يوصلها الشقر اللي كان هو مصدر أساسي لالفيرمينتيشن بس بجميع الأحوال لازم نكون حاطين ببنى إنه الفيشر سيلانت بنحطها على مش إني أحطها للمريض ويرتاح المريض أو his parents أو الطفل إنه خلص والله هيك سكر لي دكتور لسنان السن حطي لي سيلانت فأنا مش مضطر أن أنظف لا هي من إحدى الميثود اللي نستخدمها في الكيريس كنترول ولكن لازم تكون كمبايند بالكيريس كنترول الإدوكيشن بالأثر ميثود من الأورال هايجين الفلورايد الابليكيشن الدايت كنترول كل هاي العوامل في كتير دراسات وشغلات في بعض يعني clinical applications لهاي السيلانت مش فقط على الأكلوزل سيرفز ولكن أيضا على النامكيفيتيت أبروكزيمال ليجنز أو الوايت ليجنز الموجود في الأبروكزيمال سيرفزز للأسف هذا الموضوع مش سهل كلينيكالي هاي التكنيك demanding time consuming لسه مننا نعمل isolation لسه مننا نحاول نوصل المتيريال هاي بين السنين بحيث إنه نظلم حافظين على الكونتاكت أوبن نستخدم سيلولوزبان نستخدم أبصر إيش فهي ولا يمكن اللجوء إليها فبنبقى على موضوع السيلانس ل الكلوز سيرفز أوكي هلأ بدأ نحكي عن التكنيك ل بلاسينج غلاس أي نمر في الشار سيلانس رح أفرجيكم فيديو وبعدها إن شاء الله إذا حدا عنده سؤال بيسأل بس خليني بالأول أشغل وأفرجيكم تتذكروا من الدينة المتيرية اللي أخدتوا كيف بيكون غلاس أي نمر ممكن نستخدمه منذكرين كيف ممكن يكون كيف ممكن يكون وممكن يكون ممكن مع بودا وشو ممكن يكون كمان كابسول اللي هي مع بعضها كابسول بتعملولها اكتيفاشن شفتوها أرقدتوها بالدينة المتيريال صحيح هلأ بتشفتوها بهذا الفيديو هاي الفيديو من جامعة الدندي كلية طب الأصنام جامعة الدندي في يوكي هاي الطريقة اللي حكينا عنها اللي هي الكابسول اللي فيها غلاس أي نمر تعملولها اكتيفاشن صحيح بتذكرين كيف تعملولها اكتيفاشن نك بس زر عليها عشان ترغطيها وشو بتعملها اكتيفاشن بايش بعدين ما نحطها بأمالجاميتر أو هيك شي عشان تحطيها بالأمالجاميتر بالضبط تكبسيها وتحطيها بالأمالجاميتر عشان تخلطي المادتين مع بعض وتصير اكتيف أو تخلط المواد اللي فيها وبعدين بتستخدمي المكبس هذا الفورسيبس هاي صح بتستخدمي بتحطي الكابسول فيها وبت يعني يوبرس على الهاندلز تبعات المكبس عشان تنزل المادة على صدح السن زي ما رح نشوف هلا أو الطريقة التانية انكم تخلطوا بودر وليكود اشتركوا في القناة استخدم إستخدم الجانب المقبلية إستخدم الإجتماعيات المنصف إسلائحة وإنحظة حكم مسترين هذا يمكنك إيجاب التفكير عن مسترين كما تدخل مع المقبلة أو بمع أمسكة جارة ترجمة نانسي قنقر There are two alternative techniques for the first stages of placing the glass ion in the fissure seal. The glass ion can be introduced onto the fissure pattern using a blunt-ended instrument such as a flat plastic, or directly, if using capsular glass ion. Gently apply the glass ion to the fissure pattern. Ensure that there is enough to cover the entire fissure pattern, but not extend up the sides of the cusps more than approximately 1 mm. Shape and contour the glass ion with a flat plastic instrument. It must be noted that glass ion in the sets quickly. Any shaping that you intend to carry out must be undertaken within the first few seconds of placement. Your nurse will place a small quantity of petroleum jelly on your middle finger. They will also place a small amount of glass ion on your forefinger. This will be the approximate shape and size of a grain of rice. The actual quantity will depend on the size of the tooth to be sealed. Place your forefinger over the clean, dry tooth. Press the glass ion in the firmly onto the tooth. Keep the fingertip firmly placed over the occlusal surface and sealant for a full two minutes until the glass ion in the set. This prevents exposure of the glass ion to moisture. Remove your finger and quickly examine the sealant while still maintaining moisture control. The sealant should appear to fill the fissure pattern and follow its shape without being too bulky. There should be no voids or defects. When you are happy with the sealant, place the petroleum jelly on the occlusal surface. This acts as a barrier against moisture and should cover the entire sealant. Finally, gently floss the adjacent contact points. This ensures that no glass ionomer has become stuck here. Check the occlusion with articulating paper. Adjust the sealant if necessary. It is important to note that if you do adjust the sealant, further petroleum jelly should be placed. And we're going to use the sealant inside the sealant. Is there any question? We've seen how to use the glass ionomer. There are some books called art technique. We call it art technique. So we will use index finger. To take the fishers. We saw the glass ionomer. We can either be able to use the powder liquid or use the capsule or use the capsule gun. Like we saw it. We have to activate the capsule. بنحطها في القن وبعدين نعمل بريستلا المادة داخل الفيشرز وبنوزعها بسخدام بلاستيك انسترومنت او اني اخر انسترومنت ممكن تكون مناسبة اوكي هلا الريزن فيشر سيلنس اول شي رح نحكي عنها بشكل عام بصور وبعدين بفرجيكم فيديو بالاول بنا نعمل نيدس اسسمنت يعني بدنا نشوف هل سطح السن هذا محتاج سيلنس ولا لا بناء على الريزك للطفل هل التوث الفيشرز اللي فيه very deep narrow oral hygiene للطفل كيف قررنا انه هذا السن بده فيشر سيلنس ونيجي نعمل كليننج للفيشرز والسيلنس على سطح السن يفضل لما نستخدم البوميس ونعمل بوليش باستخدام البوميس ما يكون في حبيبات او جرانيولز انها ممكن تعلق بي الفيشرز وتخرب موضوع الفيشر سيلنس بعدها بنعمل فوسفريك اسد لا الانامل باستخدام الفوسفريك اسد اتشينج الاتشينج اكتر وين حكينا بيكون او وين حسب ما بتعرفه بيكون اكتر في الانامل ولا في الدنتين وين بيكون اكتر الاتشينج يعني بالانامل لازم ممكن نعمل اتشينج اكتر لازم نعمل اتشينج اكتر في الانامل صح؟ لانو حبنا نشيل الانورغانيك ماتيري الموجودة في الانامل لانو في امي انورغانيك ماتيري الاكتر فلازمو اتشينج لفترة اطول الدنتين لأ كمان شغلة انو بالدنتين لانو بنكون اقرب على البلد كمان فبالأسف ممكن لو زدنا موضوع الاتشينج يصير الريتيشن لهذا البلد فلو عندكم فيلنج بدكم ديب فيلنج في الممتدة للدنتين كيف بدكم تحطوا الفسفوري كأسر؟ كيف بتحطوا الفسفوري الماتيريال؟ لفلو ريزن اللي مخصص بيكون في تيوب مخصص لسيلانس عنا طريقتين للأبليكيشن اول شي ممكن بالفلو تب اللي بنركبها على تيوب نفسه بنحط منها مباشرة والطريقة الثانية انو نحط شوي على التب أوف ذا بروب او على انسترومنت ونوزعها على الفشرز بجميل احوال لازم نمشي التب أوف ذا بروب في الفشرز عشان نتأكد انو ما عنا بابلز ما عنا فويتز وبعدها بنعمل كورينج نتأكد انو في الارتكريتنج بيبر انو ما في مناطق عالية واصلة الكاسب تيبس لانها ممكن تعمل مشاكل بالأكلوجين واذا فيه بنشيلها ببوليشنج بيرز هدول كلهم رح تعلموهم بالكنز وهيك بيكون شكل الكمبوزيت او سري الرزن فيشر سيلاند على سطح الاسنان هلأ رح نشوف بالفيديو هون الفيديو هذا من جامعة ليدز في يو كي كلية طب الأسنان بيحكينا كيف نحط الرزن سمن طبعا انتو بتعرفوا باستخدام السمند او الكومبوزيت او الرزن بشكل عام احنا شو بنستخدم بينه وبين السن؟ شو بنحط بينهم وبين السن؟ بعد الاتشين ايه؟ بنحط باس بينتهم بوند يعني بنستخدم بوند الأدهير بعدها بوند نعمل الهدف من استخدام البوند يعمل لكل نكشن بين الفيلنج والتو السيرفس هذا باستخدام الرزن هلأ في الفيشر سيلاند اذا انتبحتوا هون ما عملنا هيك عملنا اتشينج وبعدين مباشرة عملنا أبليكيشن لرزن او الفلو رزن نفس الشي بالفيديو هلأ تبع جامعة ليد ساح تشوفوا انه مش شرط دائما نعمل أبليكيشن للبوند خلال البلايسمنت للرزن في شر سيلاند خلينا نشوف الفيديو لانه زي ما حكينا هي تيمبوراري مجرمت سيدة فشي سيلاندات can be very technique sensitive and good moisture control is a key factor in their success آجنطs for tooth isolation and moisture control are shown here. The most common isolation method is to place two cotton rolls in the buccal and lingual sulky Dry tips can also be placed in the buccal mucosa to aid moisture control. If you are undertaking a restoration on another tooth in the quadrant The rubber dam can be utilised for Fisher Sealant Isolation too However, it's not usual to undertake local anaesthetic and place a rubber dam when completing fissure sealants alone. Using a tooth model, the tell show do behavioural technique can help to improve child cooperation. You can use words like tooth shampoo instead of etch, as this can aid child's understanding. It is also advisable to warn the patient that the tooth shampoo tastes very sour. Remove soft plaque deposits with the slope speed brush. Do not use very gritty pumice, as this can be retained in the fissures and affect the sealants bond to the tooth. 37% phosphoric acid is used to etch the tooth. Cover the occlusal, buccal and palatal or lingual fissures, but ensure to keep the etch away from any soft tissues. Leave the etch for 20 to 30 seconds. Wash and gently air dry. There is some evidence to show that bonding improves retention in the short tooth. We are demonstrating bonding a fissure sealant here, in case you wish to do so. You can place the sealant using a thymazine probe or small spoon excavator. Scoop a small amount of unfilled resin onto the tip of the instrument and place along the length of each fissure. Ensure to seal the buckle and palatal fissures also. Then light cure for 30 seconds. Evaluation of the sealant is extremely important. Check for looser overhanging areas with a probe. Use a probe to check for ledges of excess resin. The fissure sealant should not be easily displaced from the tooth and there should be no air bubbles. Pay particular attention to any overhanging areas. It is advisable to warn the patient that the sealant may feel high in the bite initially, but will adjust after a couple of weeks. Well, we have seen how we have used the bond to use a lot of evidence to use a lot of evidence to use in the fissure sealant. The fissure sealant should be reduced from the micro leakage, so that it will allow the retention to the fissure sealant. Well, that's why you can see it in a few weeks without a bond. Is there someone who has a question? One of them is here. Doctora, how did she apply the bond? The bond? By brush, bond brush. Okay. 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 اشتركوا في القناة